انتظري. الزجاجة عامر المادية لو حسب الحاجة. عندما نعيش الاجتماعي. يبقى زي بوتل جين سيجمال انرجي لما بتاخد حرارة التمبرتشارز بتاعة البوتلز الحرارة بتاعة الزجاجة ديت بتزيد والبرتكلز سرعتها بتزيد لان هي اخدت انرجي فالقينتك انرجي بتاعتها زاجت فالبرتكلز جوال البوتلز ديت موف باسترز تتحرك بشكل ايه اسرع زي كوليد والزي وال بوتل وتتصل لها اي كوليد يعني اي كوليد يعني بتتصادم زي كوليد يعني بتتصادم مع الوال بتاع البوتل يبقى البرتكلز الجزائيات بتتحرك اسرع اختلا كوليد مع الوال بتتصادم مع الوال بتاع البوتل وبيزيد البريجر الضغط البرتكلز الضغط بيرجع للنورمال اير بريجر وبيرجع الزجاجة لشكلها الاصلي يبقى انا لما طلع الزجاجة ديت واحطها في او درجة حرارة عالية كمان هنا هنتكلم على الفيس تشينج الفيس تشينج يعني تغير المادة يعني المادة بتتغير حالتها من ايه ل ايه when you melt the ice لما دوب التالب when you melt the ice cube at the beginning of the lesson you might have increase the temperature of ice كيوب when the ice cube ده هو مكعب التالب يحصل له melted melted يعني ايه melted يعني زوابان what happened to the particle in the ice cube case to change state الحالة لما التالب ده يضوب هيتحول من ال ايه from solid liquid من solid to liquid دي بالعملية دي بقول عليها melting بقول عليها ايه melting لو انا جيت هنا ده solid ده بقول عليها بهيا ابراهيم solid وده liquid وده gale لما حول من solid to liquid ومن liquid to gas add energy دايما بضيف طاقة دايما بضيف ايه طاقة بحول من solid to liquid ومن liquid to gas دايما add ايه add energy بضيف طاقة طب لما بحول من gas لليكود. ومن ليكود لسولد. دايما بعمل رموف ايه? رموف انرجي. رموف للإيه? للانرجي. طيب. الملتنج يعني ايه عملية الملتنج? ملتنج يعني الدوابال. ملتنج يعني ايه? يعني الدوابال. يعني المطر كان تشينج استات وين اتجين او لس ان اف سرمال انرجي. ادي عندي مادة هي. تمام? المادة ديها تصولد. بتتحول لليكود. يبا كان تشينج استات وين اتجين لما تكتسب طاقة. او لس سرمال انرجي او طفة سرمال ايه? انا لما بحول من سولد لليكود. انا هنا اجين انرجي ولا لس انرجي? بكسب طاقة ولا بفكيط طاقة? لما حول من solid to liquid gain energy ولا lost energy more energy add a energy بقول عليها add energy او بقول عليها gain energy او gain a energy طيب when the temperature of substance increase لما the temperatures بتاعت المادة تزيد the temperatures بتاعت substance هنا the particles هنا the temperatures بتاعتها ايه تزيد the particles بتكون ايه يا ابراهيم بتكون السرعة بتاعتها هاي ولا لو the particles build up ولا لا لما بضيفتك يا ابراهيم سرعته بغزيقات بتقلو ولا بتزيد ايه زيد بتزيد يبال particles build up ايه بتزيد البارتكل تبدأ ايه بتزيد تمام يبال المطر كانت تشينجي ستات when it gain or lost enough energy when temperature of substance increase لما the temperatures بتاعت المادة بتزيد البارتكل تبدأ سرعة الجزيقات بتزيد ونزا بارتكل تبدأ لما البرتكل سرعتها بتزيد the start to move further away from each others تبدأ تتحرك ايه further away بعيد عن بعضها الايه البعض الجزيقات خد الطاقة هي يا ابراهيم هتبدأ الطاقة تقسر كده الجزيقات تقسرهم ليه عشان تتغلب على attractive force تغلب على الايه attractive force تبدأ الجزيقات تبعد عن بعضهم تمام يبال لما البرتكل سرعتها تزيد they start to move further away from each other البارتكل في الصولد are also held together by strong attractive force هنا البارتكل في حالة المادة الصلبة بتكون held together by strong attractive force add the particle gain more or more thermal energy لما البرتكل تكتسب more and more thermal energy وزيقات أكتر وأكتر they gain enough energy to start to break away from each other they gain enough energy to start to break away from each other لما البرتكل ستأخذ الطاقة فبتأخذ الطاقة عشان تبعد الجزيقات بعيدة عن بعضها this is melting point بقول عليها melting point of substance بقول عليها ايه melting point of a melting point of substance يبانا عندي هنا solid بيتحول لliquid when add energy or gain energy بمطر كانت تشنجي state between gain or lost enough thermal energy when the temperature of substance increase the particles speed up لما البرتكل ستزيد البارتكل ستكون قيم سرعتها عالية when the particles speed up لما البرتكل ستزيد سرعتها بتزيد they start to move further away بتبدأ تتحرك بعيدة عن بعضها البعض the particles in solid the particles of solid all held together by strong attractive force بتتمسك مع بعضها بstrong ايه attractive force قوة as the particles gain and more and more thermal energy الجزيقات بتاخد more and more thermal energy they gain enough energy بتاخد طاقة كافية to start to break away from each others this is بقول عليها melting point بقول عليها melting ايه melting point هنا برضو خطوات بقول ايه melting as energy is added لما بديف طاقة solid particles vibrate faster and temperatures increase لما بديف طاقة solid particles بيحصل لها ايه بيحصل لها vibrate بيحصل لها ايه vibrate يعني ايه كلمة vibrate يعني بتهتز بقول عالبارتكلز بتاعت الصلد بقول عالحركة بتاعت الصلد vibration بقول عليها ايه vibration يعني ادي energy الصلد بارتكلز جزيقات الصلد بيحصل لها ايه بيحصل لها حاجة اسمها vibration او vibrate يعني بتهتز as the particles move further apart لما الجزيقات تبدأ تتباهد عن بعضها the solid become الصلد بيصبح ايه liquid الصلد بيقام ايه liquid temperature remain constant at the melting point temperature بتكون ثابتة عند the melting point once all particles all in the liquid state لما تباه كل particles in the liquid state any additional energy increase اي طاقة بالضفة زيادة the speed of particles and temperatures increase يبا لما تباه the particles عندي كلها liquid سائلة all become liquid temperature remain constant at the melting point once all particles are in liquid state لما تباه كل المادة في حالة liquid state any additional energy اي طاقة بضيفها بعد كده increase the speed of particles بتزود السرعة زيما نشايفة كده تمام شايفين الموشا اللاين تمام واضح ان the speed زادت والزباة والزباة بين the particles زادت the speed of the particles والtemperature كمان يا ابراهيم حصل لها increase please على حاجة اسمها الملتنج ملتنج يعني ايه ملتنج يعني الذوابان ملتنج يعني الذوابان يعني convert from solid احول من solid to liquid من solid to liquid at first في البداية both the thermal energy and the temperatures increase في البداية عندي هنا هلاق thermal energy والtemperature اللي اتنين يحصل لهم ايه يحصل لهم increase بس thermal energy شايفين the temperatures ده كده بيبايلك الزيادة في temperatures وده الهيت ايه الهيت ادد طاقة اللي بدلت يبقى at the first both thermal energy thermal energy الطاقة الحرارية and temperatures بتزيد ادي temperature هي ودي thermal energy the temperature stop increasing at the melting point of water شايفة دي كده بقول عليها الملتنج بوينت بقول عليها الايه الملتنج بوينت نقطة الزيادة لو خدت بالك عند الملتنج بوينت هتلاقي الخط ماشي كده مستقيم كده هنا طب ليه هو ثابت ليه هو ثابت at the first both thermal energy and temperature increasing temperature stop increasing at the melting point عند الملتنج بوينت ديت temperature مش بتزيد the energy applied to ice go break attractive force until the ice has melt once all ice is melted any additional energy supply to substance go to speed up the particle again يعني ايه يعني انا عندي هنا بالمنطقة دي كده المنطقة اللي هي ايه اللي هي ايه ايه اللي حصل فيها حصل زيادة لل temperature وزيادة للهيه بدأت المادة تتفكت وتتحول من صلد لايه بدأت temperature تجزيد واللي speed up بسرعة الجزيئات تجزيد لحد ما جينا هنا بدأنا عندي بيه تمام بدأت المادة تاخد الطاقة وتتغلب على بتاعتها يعني ايه يعني المواد الصلدة هي الصلدة بتاعتها كده دي كده الصلدة تمام شايفة بتاعتها قريبا بعدها فهي بتاخد الطاقة ديت وتتغلب على تقصر فيها كده تقصر تمام to the ice go to break the attractive force الطاقة اللي التلجي بياخدها بيتغلب بيها على attractive force اللي هي قوة التجاذب بين الجزيئات يا إبراهيب ويتحول من صلد لإيه لليكويد من صلد لإيه لليكويد تمام the energy supplied to the ice go breaking the attractive force until all ice has melted لحد كل التلجي ما يبقى ملت داب once all the ice melted بمجرد التلج ما يدوق any additional energy supplied to substance go to speed up the particle again once the ice melted بمجرد التلج ما يدوق أو خلاص التلج داب كله هنا any additional energy أي طاقة بجبها supply substance go to speed up particle again بتصرع من سرعة الا بتصرع من سرعة الجزيئات تاني معيدي الجزء ده تاني بتكلم هنا على melting على melting قلت melting يعني زوابان يعني بحول من solid to liquid اول حاجة الزيادة لازم يكون عندي زيادة في thermal energy وال temperature وال temperature بحول بحول الزيادة وال temperature لازم الاتنين يحصل لهم increase temperature stop increasing at melting point اول ما وصل للمelting point هنا temperature stop increasing مش هتزيد ليه مش هتزيد ليه الحرارة ما عملتش كملت لفوق قالك لان energy supply to ice الطاقة اللي التلجي خدها go to break the attractive force بقى اتقصر الايه الاتراكتب الريال ربطة بين الجزيئات until the ice has melted لحد the ice ما حصل له ايه melted melted يعني زوابان once the ice is melt ومجرد التلج ده ما حصل له ملت زوابان any additional supply of substance اي طاقة بضيفها go to split up the particle again شايفين لما حصل خلص الدوابان عندي لما انتهى الملتنج هنا عند النقطة به بدأت الحرارة ترفع ثاني ليه لان بدأت الجزيئات سرعتها تزيد اي طاقة تاخدها بقى هنا تحول السلد لايه لليكود بقى بقت المادة الليكود الليكود ديت اي طاقة تاخدها تفضل تسرع لها سرعة الجزيئات يبقى once the ice is melted any additional energy supply to the substance go to split up particles again بتسرع الجزيئات ايه ثاني طيب بتسعالوا هنا في الجزء ده اكسب ليلي انا خدت الميلتينج وشفت التغير اللي بيحصل فيه بيقول لي قل التغير اللي بيحصل في الفابوريزيشن الفابوريزيشن يعني التبخر الفابوريزيشن يعني التبخر يعني التحويل من الليكود to gaz من الليكود to a gaz بقول عليها بابوريزيشن بقول عليها ايه بابوريزيشن بابوريزيشن التحويل من الليكود من سائل لجاز بقول عليها ايه فابورايزاشن المادة الصلبة تحولت لليكويد انا لما بضيف سيرمال انرجي او بضيف حرارة للليكويد الليكويد ده اهوت جزيقاته هاي جزيقاته بعيدة عن بعضها طب لما بضيفه حرارة هيتحول لايه هيتحول لجاز تبدأ will be outside which of the world the change of state of liquid to gas بقول عليها hosts بقول عليها اين هو بتقول عليها لجاز بقول عليها If the thermal energy is added لو historical energy is added to liquid الoudism is added to liquid The particles move faster and faster الجزيقات بتتحرك ايه اسرع واسرع أت wonts are moving faster enough بمجرد الجزائيات ما تتحرق بسرعة يعني ايه يعني شايفين هنا الحرارة بتزيد وهي لكود والسرعة بتزيد جات هنا عند مرحلة وقفت شايف عند النقطة دي دي يا إبراهيم إبراهيم معايا عند دي عند دي يا سارة هتلاقي ان ايه هتلاقي ان التمبرتشار شايف خب دي التمبرتشار زي هنا كوني استنسبتة مش بتزيد ولا ايه بترتفع ليه لان في المرحلة دي قاد الطاقة عشان يتغلب على اتراكتب فورس بتاعت الجزائيات بتاعته يقسرها كده والجزائيات تبدأ تبعد عن بعضها وتتحول لغاية تمام لما تتحرك بسرعة اعلى هتبدأ تتغلب على الاتراكتب فورس بتاعتها الاتراكتب فورس دي اللي ماسكاها في and become gas particles وتتحول لجاز ايه بارتكل التمبرتشار نيدد فور سبستانس وطو بويل بسميها بويلينج بوين هنا كده درجة الحرارة اللي انا عايزاها عشان اخلي المادة تغلي او التمبرتشار اللي محتاجاها المادة عشان تغلي بقول عليها البويلينج بوين بقول عليها الايه البويلينج بوين البويلينج بوين البويلينج بوين اللي محتاجها المادة عشان تغلي بقول عليها ايه بقول عليها البويلينج بوين بويلينج بوين التمبرتشارز بتاعت المادة التمبرتشارز التمبرتشارز بتاعت المادة هتن ايه في درجة الغلايان هتن سبتة هنا الحد كل الجزيئات ما تتحول من لكود لجاز حرارة هنا هتن سبتة لحد كل الجزيئات هنا ما تتحول من لكود لجاز تمام يبقى بويلينج بوين درجة الحرارة هنا هتكون سبتة عند البويلينج بوين لحد كل البويلينج ما تتشانج من لكود بويلينج بوين بمجرد ما تبقى الجزيئات عندي جاز زي ما انا شايفة كده اي طاقة بكزيتها هتزود سرعة الجاز تمام؟ هعدلكم تاني انا بتتكلم على حاجة اسمها الفابوريزيشن يعني ايه فابوريزيشن؟ يعني بحول من لكود توجاز من لكود توجاز بسميه ايه فابوريزيشن جزيئات بتتغلب على قوة التجازق بتاعتها فولدنج زيم الليكود طبعا قلتلكم الجزيئات في الليكود هي في قوة تجازق بتمسكها مع بعضها البعض فانا بقسرها كده فبتتحول من الليكود لإيه؟ لجازق انا لما بتحرك بسرعة بتتغلب على الاتراكتب فورس تتحول من الليكود إلى جاز لأن الطاقة استخدمتها تتغلب على الاتراكتب فورس الدرجة الحرارة ان انا محتاجها للمد عشان يحصلها بوينت بقول عليها البويلينج بوينت بقول عليها الايه؟ البويلينج بوينت درجة حرارة المادة درجة الحرارة المادة هتنى عند البويلينج بوينت درجة الغليات لحد ما كل الجزيئات بتاعة الليكود تتحول إلى ايه جاز بعد كده اي حرارة او زيادة او اي طاقة هتاخدها المادة هتزود من سرعة جزيئات الجاز انا تحولت عند المادة هم الليكود في المنطقة دي كده عندي دي تنت درجة الحرارة سبتة عندي دي لحد ما كل الليكود تتحول لجاز طب بعد كده اي طاقة هادفها للجاز ده هيحصل ايه؟ قالك هتزود من سرعة الجزيئات واضحة ولعتها تاني واضحة اعيد لك يا ابراهيم تاني ابراهيم طيب بيقول لك ايه؟ هنا بيقول لك ايه اللي بيخلي الليكود ووتر ديت يحصل لها ابراهيم ايه? ايه? عشعة الشمس او السرمال انرجي فروم زا صان. عندي هنا حاجة اسمها اسمها ايه? يعني التبخر. يعني ايه? التبخر? يعني ايه التبخر? يعني بحول من لجاز. بحول من لجاز. ايه? لجازة. العبارة عن عملية التبخر. بس ده او ده التبخر بيحصل بس عند السطح. هنا. يبقى عبارة عن زا تبكر قولي. زا شئ سيرفيس او زا لايقوي. وينزا بارتكل. ازا سيرفيس. فزا شئين اناف انرجي فروم زا سن.زا جام 올tha اتراكتوف سورس. والدنا زيزين. تو زا ريس. اف زا بارتكل. انزا بارتكل. زيت برو كوي. اذا جاز. يبقى. وينزا بارتكل. ان الم الجزيئات. اتزا سيرفيس على السطح. اوفزا بارتكل. على السطح بتاع المياه كده. جزيئات ده. يبقى اخذ طاقة جامدة او بتا قطاقة او بتاكزي hace've طاقة من الشمس عشان تتغلب على يعني ايه? انا عندي جزيئات على السطح دي جزيئات مادة سائلة. ماسكة مع بعضها كده بايه? طيب. دلوقتي انا بقول لما الجزيئات اللي على السطح دي بتاخد اناف انرجي. بتاخد طاقة كبيرة اناف انرجي. ادي الشمسة هي بتديك طاقة. تدي للمية طاقة العصادة. المية اقول لك وده بياخد الشمس دي بياخد اشعة الشمس دي يعمل بها ايه? بياخدها يعمل بها ايه? قالك ان هو بياخد اشعة الشمس دي باضي لجين اناف انرجي فروم زصان. عشان تتغلب عن روابط بين الجزيئات كده. اوبرقامزة اتراكتوفورس. اوزا ريست اوزا بارتكال. انزا بادل. دي بروكن اوي اس جاز وتكسرها. وتتحول من لكود لآه من لكود لجاز. يبادئ عملية جهية الووتر. خدت السيرمال انرجي فروم زصان. سوق اوبرقامزة اتراكتوفورس. لو خدتوا بلكم ان هنا بتحصل على السيرفس او في ايه? ووتر. بتحصل على سطح ايه? المية. انما البيلنج هنا بتحصل ايه? وزن في كل الاناء كله. انما الايه على السطح. طيب. بريجر اند افابريشن. بريجر اند افابريشن. الضغط والتبخر. بريجر. الضغط والايه فابريشن التبخر. بيقول لك انه تقول لي زا بارتكل نيت توبركام زا اتراكتوفورس بتوين بارتكلز. بط مست يقول سو اوبرقام زا فورس اف اير بريجرز. يعني ايه? يعني بيقول لي خد بالك ان خد بالك ان المية محتاجة طاقة بس عشان تعمل اوبرقام للا تراكتوفورس بتوين بارتكلز. لا اوما الايه. لازم كمان تتغلب عالفورس اف اير بريجر. عندك حاجة اسمها الاير بريجر اسمها الاير بريجر اللي هو الضغط بتاع الهواء. الاير بريجر اللي هو الضغط بتاع الايه الهواء. كمان? فالمية مش عايزة بس تتغلب على بتاعت الفورس بتاعت الليكويد بارتكلز. لا. لكمان لازم تتغلب على قوة الاير بريجر. الاير بريجر الهواء ضغط كده على سفحة المية. كده. لي بقول عليها الاير ايه? البريجر. هنطول لي زا بارتكلل ليد تو اوبرقام زا اتراكتوفورس بتوين زا بارتكلز هي بس مش عايزة تتغلب على الاتراكتوفورس بتاعت الجزيئات. لأ. لازم ان هي تتغلب على الفورس اف اير بريجر قوة الضغط. او الضغط كمان بيضغط لي على السيرفيس. الاير بريجرز الاير بريجر بريسينج داون بيضغط على السيرفيس ايه? على السيرفيس ايه? ايه? فورا بارتكل زيتو افابريت الجزيئات عشان يحصل لها ايفابوريشن. and must to overcome بيقوللي جزيئات عشان تتبخر مش لازم تتغلب بس على الير بريجر. على اعتراكتب فورس لا ده لازم كمان تكون عندها قوة تتغلب بيها على الير بريجر شايفين كمه ضغط الير بريجر على سطح المية? فالليكود ده عشان يتحول من ليكود لجاز. عايز طاقة يتغلب بيها على الير بريجرز تخت الهوى. العايز طاقة يتغلب بيه على الاتراكتب فورس بتوين بارتكلش. يبا فور بارتكلز تو افابوريت عشان البرتكلز يحصل له طب اقوض. يجب ان هو يتغلب على قوة الضغط بتاعة الهواء عشان يقدر يهرب زي جزيئات كده من من بتاع الليكود. يبانا عندي قوتين لازم اعمل ايه اول حاجة تاني حاجة لازم اللي على السطح بتاع المية يكون لها خليكم معايا كده دي مقارنة بين وال عملية يعني عملية ايه يعني التجمد يعني الايه التجمد بقول عليها يعني التكاسب يعني ايه التكاسب الفريزنج لما بحول المادة من الليكود تو ايه ايه اصولد بقول عليها بقول عليها ايه فريزنج. فريزنج بوينت اسيم از ملتنج بوينت. الفريزنج بوينت نفسها زي الملتنج بوينت. بل الفريزنج بوينت بتسوي الملتنج بوينت تعالوا كده. الفريزنج require the removal of thermal energy. البرتكل سلو دوي انتو معايا? بركزين معايا? ابراهيم معايا يا ابراهيم? طيب بص يا ابراهيم هنا. بتكلم على حاجة اسمها الفريزنج. بتكلم على حاجة اسمها الفريزنج. بتكلم على الفريزنج ده. تمام? قلت الفريزنج ده قلت الفريزنج ده. انا لما بحول الليك 트و ص smack me atives. بقول عليها ايه? بقول عليها بقول عليها دلوقتي اما بحول انا بحول انا انا عد انيرجي ام بحول ا هنا كده. في العملية دي بس اماها فيريزي او 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 بعمل ايه بعمل ايه بعمل رموو انرجي بعمل رموو ايه بزيل للطاقة بعمل رموو للايه بعمل رموو للاينرجي طب خلو خدتي بالك هتلاقي انه عندي بيه الملتنج بوينت هي هي نفس الفريزينج بوينت يبقى نفس المادة او زا سم سبستانس هزا سم ملتنج and freezing point المادة لها نفس درجة الانسهار ونفس درجة التجمج يبقى add B same freezing point and melting point for the same substance يبقى بحول من liquid insulin بعمل remove للإنرجي بعمل remove للإنرجي يبقى melting point بتكون بتساوي freezing point لنفس المادة for the same substance يبقى انا عندي هنا زي change in the state from solid liquid to solid بقول عليها freezing point seem as melting point نفسها الملتنج point هي freezing point freezing التجمج بيحتاج ايه بيحتاج removal of thermal energy ان انا ازيل الاسترمال انرجي ازيل الطاقة بتاعتي بتكون حصل لها ايه بتكون slow down بتكون ايه بتكون slow down يعني slow down يعني بطيقة بتكون slow down بطيقة and the count overcome the attractive force الجزيئات في الليكويد لما تفقى الطاقة كده الليكويد لما تفقى الطاقة بتقرب من بعضها تقرب من عضا اكتف تصبح صورة. تمام? يبقى الparticle slow down and the count overcome the attractive force ومش بتقدر تتغلب على ال attractive force. طيب. عندي حاجة اسمها condensation حاجة اسمها ايه? condensation اسمها ايه? condensation. condensation يعني التكاثب. that sense of state from gas to liquid. انا لما بحول من جاز? لليكويد. من جاز لايه? لليكويد. تمام? دي بقول عليها condensation. من جاز لليكويد بقول عليها condensation تكاثب. condensation point is the same as boiling point. condensation point هي نفسها boiling ايه? هي نفسها boiling point. condensation require removal of thermal energy. particle slow down الجزائقات بتبتق and decant overcomes the attractive force. يبقى انا عندي هنا حاجة اسمها? دي اسمها ايه? الكون دينساشن. اسمها ايه? condensation. الايم ايه يا الكون دينساشن زيديت? يعني ايه condensation? condensation لما بحول من جاز لليكويد. من جاز لايه? لليكويد. بقول عليها condensation. البارتكلز في الجاز بتكون كده. ده شكل البارتكلز في الجاز. بتكون بعيدة عن بعضها. في الليكويد كده. قربت من بعضها. ليه قربت من بعضها هنا? لان هنا في الجاز فقد الطاقة. عملت لوس للانيرجي. عشان حولها الليكويد. بعملما انما بحول من جاز ليكويد ومن لإيكويد لصوليد. كده العكس بعمل من جاز. عت ش ، فعما حولت من جاز لليكويد بدأت المادة تفقد ايه? بدأت المادة تفقد انرجي. لوس ايه? بقول عليها جزيقات تقرب من بعضها. بدأت الجزيقات تقرب للبعضة. فبلاقي الكوندنسيشن الكوندنسيشن هنا هي نفس الايه الفابورايزيشن او نفس البيولينج بوينت لنفس الايه لنفس المادة الفابورايزيشن is the same as the فابورايزيشن for the same substance. فهمتوا الاجزاء اللي فاتت ولا لكم حاجة فيها? فهمتوا. فهمتوا اخيامو اللي عاد لك حاجة فيها? فهمتوا. طير. water continually changes the state of peace. احنا عارفين ان المية بتمر بثلاث مراحل. بتمر بثلاث مراحل على سطح الارض. بتتلك ايه مراحل. اللي هي ايه? اللي هي liquid solid و liquid و gas. solid و liquid و ايه? و جاز. solid و liquid و ال جاز. ال sun transfer energy. ال sun transfer energy to the earth. الشمس. بتنقل الطاقة transfer energy to the earth. الارض. تمام? and warm its surface. الشمس transfer energy. يعني بتنقل الطاقة. two earth. للارض. تمام? and warm its surface. بتدفق سطح الايه في الارض. يبزاصان الشمس. زي ما احنا شايفين كده. transfer energy او the thermal energy to warm the earth. c a surface. الدمبرتشار ديت. change. this temperature change allows the processes that. ايه. صانعيني. سامعيني? صانعيني? صانعيني. بقول ان the sun transfer energy to earth. الشمس. بتنقل اشعة الشمس للارض. تمام? بتسمح عملية بتسمح عملية عندك مياه في الاوشان وفي الريفرز وفي الايكس. المياه اللي اللي في الاوشان وفي الريفرز وفي الايكس بيحصل لها ايفابوريت. ايفابوريت يعني ايه بتتبخر? تفورم جاز عشان تيديكي جاز في الاتموسفير. اذا جاز انز اتموسفير الجاز اللي في الاتموسفير ده. الجاز انز اتموسفير. كاللوز سرما الانرجي. بيفقد طاقة حرارية كاللوز سرما الانرجي. انتو كنتز بروديوز بريسيبتاشن. تزا فل توزا سيرفز او بزا ارس. اذا بريسيبتاشن كان فول ايضر از الليكوود ارسوري دول جاز. هو بيشرح لدلوقتي الووتر سايكل. بيقول لي ان عملية السرما الانرجي او الطاقة الحرارية اللي جاية من الشمس. اللي بقول عليها السرما الانرجي. ديات بتعمل لي ايه? بتديني السرما الانرجي او السن بتديني السرما الانرجي للسيرفس اف الووتر. سواء كان الايك او 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 كده. فبتعمل لي اول حاجة. قالك ان الليكوود في الاوشان زده وفي الريفرز وفي الايكس كان يعني المية بيحصل لها بتطلع كده يحصل لها بعملية بقول عليها طيب بعد بتكون جاز بعد ما تتبخر تكون ايه جاز بقول عليه جاز او بقول عليه جاز او بقول عليه جاز او بتكونه في الاتموسفير بعد كده ازا جاز انزا اطموسفير الجاز اللي في الاتموسفير ده كان لوس سيرما الانرجي. الجاز ده بيعمل لي ايه? لوس لسيرما الانرجي. ويفقد طاقة حرارية. تمام? لما بالجاز ده يفقد طاقة بيتحول لي ايه? اند كوندو كوندينف اند بريدوس بريسيبتيشن. ويديني ايه? بريسيبتيشن يعني بريسيبتيشن. اعرفينها يعني ايه? يعني ايه بريسيبتيشن دي? يعني ايه بريسيبتيشن? بريسيبتيشن عرفينها? يعني الهطول او الشتاء. بقول عليها بريسيبتيشن. بيقول لي ان بيحصل للووتر ازا سيرفس وتطلع لفوق زي ووتر بابر او جاز. يبدأ بعد كده يحصل للووتر بابر او الجاز ويكون لي الكلاودز. ويكون لي الكلاودز للصحب. تمام? زي ما احنا شايفين. العملية الاولى دي بسميها العملية التانية بسميها تحقق ايه هي اللي رقم اتنين دي الكون دينسيشن بقول عليها ايه? كون دينسيشن. تمام? يعني ايه الكون دينسيشن? ايه اللي بيحصل في الكون دينسيشن او كوندينس? تحول الووتر بابر لجاز. الووتر بابر عندي او البخار. بيبدأ يتحول لآه? اه الووتر بابر عفوا بيتحول لليكويد. والليكويد ده يتجمع ويتحول للايه الكلاودز. بعد كده الكلاودز او المية تنزل من الكلاودز في صورة بريسبتيشن. في صورة ايه بريسبتيشن? يعني ايه بريسبتيشن? قلت بريسبتيشن يعني هطول. يعني ايه هطول برضه? يعني المية تنزل يقيمة في صورة مية يقيمة في صورة اللي هو اللي ايه? اللي سنو او الصليت او الحاجات دي. تمام? يبقى الووتر سايكل عندي بتمر بكم رحلة ثلاث مراحل. اول حاجة تاني حاجة تالت حاجة عارفينهم? ولا اكتبهم لكم ادي الووتر سايكل. الووتر سايكل. الووتر سايكل دي وتمر بثلاث مراحل. اول حاجة اسمها اسمها ايه? تاني حاجة اسمها ثالث حاجة اسمها بريسيبتيشن. مها ايه? بريسيبتيشن. البيسيبتيشن دي ايما تكون في صورة ليكويد. سائل. ايما تكون في صورة ايه? صورة صوليد. صل. تمام? دي كده الووتر ايه? الووتر سايكل. طب هنا بيقولك استرمال انرجي is being added to water by the stove. هنا بيقولك السؤال ايه? بيقولك water is boiling on the stove. المياه بتغلي. what happened in term of energy particle energy system state of matter. هي بتغلي في الصوفة. قالك استرمال انرجي. ثواني. ثواني اشار الملف تانيج لانه وقفك. اشار الملف تانيج لانه وقفك. قالك هنا اني استرمال انرجي. استرمال انرجي اللي هي التاقة الحرارية. از قدت ووتر انضبت للمياه. عن طريق السوف. طبعا انا لما بضيف للمياه طاقة. هل بتاعتها هيحصل لها للزبت واللي دي كريز. طبعا ازا انرجي اف بارتكيز انكريز. الطاقة بتاعته الجزيئات زادت. السيسم اللي موجود ده هيكون سخت. لما تكون الجزيئات بتاعت المياه. الجزيئات بتاعتها كتيرة. هتقدر الطاقة او عن طريق الطاقة ديت انها يعني تتغلب على قوة التجاذب بين الجزيئات. بنقوله عليها. تتغلب على قوة التجاذب بين البارتكيز. طبارتكيز تشانج ستت انتو جاز. وتتحول من الليكويد لايه? لجاز. يبانا عندي بيقولي ايه اللي يحصل للمياه? او الاسترمال انرجي او للبارتكيز بتاعت المياه لما حطها في اللسطوف الفول. الطاقة بتاعته الجزيئات ايه بتزيد? ايه? ايه? لما الطاقة بتاعت جزيئات المياه تبقى عالية او كبيرة. هتتغلب على الايه? الاتراكتب فورس. الاتراكتب فورس اللي هي قوة التجاذب بين الجزيئات. تمام? انتو جاز. والمادة او الجزيئات اللي عندي هتتحول ايه? هتبدأ تتحول لجاز. كده نعتبر خلصنا الليسن التاني. في جزء هعدلوكم عليه بسرعة اللي هو جزء الكيرب. عشان اللي ما فهموش يفهمو تاني. هنا ده كده الرسمة ديت بتوضح لي تمام? يعني المنحنة الحراري للمياه. هنا زي ما احنا شايفين التدريج بتاعها وهنا الهيت ادد. هنا عندي ايه? وعندي سي. وعندي ايه التمبرتشارز بتزيد. طيب عندي ايه والسي و ايه التلاتة دول كده التمبرتشارز بتزيد. التمبرتشارز بيت ايه بيحصلها انكريز. طيب عندي ايه? عندي بيه? وعندي دي. التمبرتشارز هنا ايه? التمبرتشارز هنا بتكون كونستانت. بتكون ايه? كونستانس او بنقوله عليها نوت تشينج. نوت تشينج. او فكس سابتة. مش بتتغير. تمام? يبقى التمبرتشارز فكسة عندي بيه وعندي دي. طب ايه سبب انه هنا التمبرتشارز ؛ زي مت bermBeat ايه بتغيره عندي بيه وعندي دين. السبب انه البارتشارز بتاعت السولد والبارتشارز بتاعت الليكود. هنا البارتشارز بتاعت السولد بتاخد الطاقة Works passive עشان تتغلب على قوات تجازب بتاعتها. قلت لكم ده البارتشارز بتاعت السولد اهم. البارتشارز بتاعة السولد ديت عشان انه تغلب على بتاعتها بنقصرها كده. فالطاقة بتكسر بتاعتها فاتحولها من سولد لليكويد. من سولد للايكويد. طيب يبدأ بعد كده. عندي دي. ليه عندي دي. لان هنا الليكويد خد الطاقة برضو عشان تتغلب على بتاعتي. تتحوله الجال. طب ليه عندي سي زاد? وليه عندي ايه زاد? لان عندي سي هنا كل المواد الصلبة تحولت لمواد سائلة. كل جزيئات المواد الصلبة قادرة تتتقرب على بتاعتها وتتحول لمواد سائلة. فقدرت ان هي تعمل بتاعتها تتغلب على بتاعتها كده. تمام? فبقيت اي طاقة تانية تاخدها المواد السائلة. تمام? تعمل تزود السرعة بتاعتها. تزود السرعة بتاعتها وتزود بتاعتها. وعندي ايه نفس من الحكاية? عندي ايه زادت ليه? لان عندي دي خدت الطاقة كلها وحولت لجاز. بقى بقى هنا جزيئات الجاز. فبقيت تاخد جزيئات الجاز بقى الطاقة خلاص هي تحولت لجاز. فالطاقة اللي هتاخدها هتعمل لها هتصرحها وهتزود التمبرتشارز باي? وهتزود التمبرتشارز بتاعك. ده كده بقول عليه الهيتنج كيرب. الهيتنج كيرب. قلت في الهيتنج كيرب كمان ان انا عندي حاجة اسمها ميلتنج بوينت. عندي حاجة اسمها ميلتنج بوينت. هي نفسها الفريزنج بوينت النفس المادة. وقلت ان انا لما بحول من صولد لليكويد ومن ليكويد لجاز. بضيف طاقة عشان تتغلب على قوة تجازب بين الجزيئات. والعكس. قلت لما بحول من جاز لليكويد ومن ليكويد لسوليد. بعمل للانرجي. بعمل للآه? رموف للانرجي. تمام? ده كده الايه الهيتنج كيرب. حد فيكم فيه لقى فيه اي سؤال? فيه اي نقطة مش واضحة في عدها لكم تاني? نعم. تمام. اتكلمت كمان على الكوندنسيشن. قلت ان الكوندنسيشن ان هي لما بحول من جاز لليكويد. لان بيحصل عندي ايه? بيحصل عندي لوس للانرجي. بقف الطاقة. تبدأ بتاعة الجاز تبقى تقرب من بعضها لبعض كده. وتتحول من جاز لليكويد. انا بحول من لليكويد لسوليد. بعمل برضو للانرجي. تبدأ تقرب من بعضها وتتحول من لليكويد لآه? من لليكويد لسوليد. تمام? ماذا؟ نعم 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 شكرا